مرحبا وهلا وسهلا فيكم على منصة طبشورة بهذا الفيديو راح نشوف كيف نعمل إنشاء حساب أو create a new account على موقع طبشورة.com وكيف نستخدم الموكس أو المساقات الخاصة بـ Center for Lebanese Studies CLS الخطوة الأولى هي أنه نختار اللغة اللي بدنا الموقع يظهر فيها راح نضغط على كابسة اللغة الموجودة عنا هون ونختار اللغة اللي بدنا إياها الخطوة الثانية هي أنه نضغط على كلمة تسجيل الدخول أو login الموجودة بأعلى الصفحة بحال كان عنا حساب من الأساس على موقع طبشورة.com راح ندخل الـ username والـ password بشكل مباشر ونعمل تسجيل دخول أما إذا كانت المرة الأولى اللي منسجل فيها على المنصة راح نضغط على إنشاء اشتراك جديد في عنا مجموعة خانات لازم نعبيهم لحتى نقدر نعمل إنشاء حساب جديد من بعد ما ندخل كل المعلومات المطلوبة راح نضغط على إنشاء حساب مشترك جديد بس لازم نأكد أنه الإسم الأول والإسم الأخير لازم يكونوا نفسهم الإسم اللي بدنا إيايكم موجود على الشهادة اللي راح ناخدها مع نهاية المساط وهلأ راح نضغط على إنشاء الحساب المشترك الجديد ورح نشوف أنه وصلنا رسالة على الإيميل فيها إرشادات بتساعدنا لحتى نكمل عملية login راح نروح على إيميل ونشوف أنه وصلنا بقلب الإيمبوكس إيميل من topshura.com وبحال ما لقينا هيدا الإيميل بقلب الإيمبوكس راح نكون عم نشوف بقلب السبام لأنه احتمال أوقات يوصل على قلب السبام أو للجنك راح نرجع على الإيميل اللي وصلنا ونشوف أنه فيه بقلبه لينك راح نضغط عليه ونكبس على استمر وهيك منصير بقلب الحساب الخاص فينا على منصة topshura.com وبحال قررنا نغير المعلومات الخاصة بالحساب أو الملف الشخصي راح نضغط على هاي الكبس الموجودة هون ونروح على الملف الشخصي نضغط على تحرير الملف الشخصي نقوم بالتعديلات اللي بدنا إياها على الاسم أو العيلة أو أي تفصيل موجود بالبيانات الشخصية بقلب الحساب ومن بعدها نعمل تحديث للملف الشخصي وهيك منكون سبتنا التعديلات اللي أجريناها لحتى نفوت على المساق أو الموكس راح نضغط على Projects Center for Lebanese Studies هون راح نشوف أنه عنا مقدمة صغيرة مع تعرفين عن Lebanese Alternative Learning LAL و Center for Lebanese Studies CLS راح ننزل بعد لتحد راح نشوف أنه عنا اختيار لوحدة تدريبية راح نضغط على إصلاح المناهج من أجل العدالة الاجتماعية بعدين نضغط على إضغط للبدء وهيك منصير بقلب المساق الخاص ب Center for Lebanese Studies CLS هون منشوف أنه المساق مقصم لعدة أقسام الأسبوع الأول، الثاني، الثالث والرابع وعنا مقدمة اللي هي نبذة عن المساق ومنشوف كمان أنه عنا مساحة على اليمين فيها عدة خيارات بنقدر نسكرهم أو نفتحهم بهذا الشكل عنا بالأول CLS01 اللي هي اسم المساق لمشاركون بعدين كمان عنا المقدمة الأسبوع الأول، الثاني، الثالث والرابع مثل ما فينا ندخل على الأسبوع الأول من خلال الضغط مباشرة عليه بنص الصفحة كمان نقدر نروح عليه من خلال الضغط عليه على الأسبوع الأول أو الأسبوع الأخرى على المساحة البيضة الموجودة عنا على اليمين متحد كمان عنا الصفحة الرئيسية اللي بترجعنا على الصفحة الرئيسية لطبشورة دوت كوم لوحة التحكم الخاصة فينا التقويم وغيرها من الدروس الآن راح نشوف شو الموجود بقلب نبذة عن المساق راح نضغط عليها ورح نشوف أنه عنا نص مهم كتير أنه نقرأ قبل من فوت على الأسبوع لحتى نفهم أكتر شو هو المساق ونشوف شو المعلومات المطلوبة نعرفها قبل من بلش بالأسبوع الأول ولحتى نروح على الأسبوع الأول ممكن نضغط على الكابسل الأسبوع الأول الموجودة بأسفل الصفحة أو نضغط مباشرة على كابسل الأسبوع الأول الموجودة بالمساحة البيضة على اليمين راح نضغط عليها ونشوف أنه الأسبوع الأول مقصم لعدة أقسام كل قصم فيه المحتوى الخاص فيه راح نضغط على القسم الأول ونشوف أنه فيه محتوى معين وفيه عندنا كمان مساحة نقاش مساحة النقاش بيقدروا المشاركين انه ينشاركوا فيها من خلال الضغط على كلمة هنا اضغط هنا للمشاركة راح نضغط عليها وهون منصير بمساحة النقاش لحتى المشاركين يزيدوا تعليق أو منشور بيضغطوا على كلمة رد ومنكتب هون المنشور أو التعليق اللي بدنا إياه بعدها نضغط على أضف المنشور للمنتدى وفيه عندنا خيار تاني اللي هو متقدم راح نضغط عليها لنشوف شو فينا نعمل هيدا الخيار بيسمح لنا أنه نضيف صورة أو فيديو أو صوت أو أي ملف موجود عندنا على اللابتوب أو الدستوب ونقدر نحمله بشكل مباشر لهون ونعمل أضف المنشور للمنتدى وهون بتجدر الإشارة لأنه الميسرين اللي موجودين بقلب المساق راح يكونوا عم يشوفوا التعليقات والمنشورات تبع المشاركين وبيقدروا يتفاعلوا معهم كمان بشكل مستمر راح نرجع حلق على القسم الأول ونشوف كيف نتنقل بين الأقصام فينا نضغط على كلمة القسم الثاني الموجودة بأسشل صفحة القسم الأول وفينا نضغط على الأسبوع الأول وهاكي منرجع ونشوف كل الأقسام موجودة بقلبه راح نضغط على القسم الثاني وهاكي منشوف أنه فيه محتوى آخر وفيه كمان بقلبه فيديوهات نقدر نطلع على النسخة المكتوبة والمقرؤة لهاي الفيديوهات من خلال الضغط على كلمة هنا الموجودة تحت كل فيديو هكذا منشوف النسخة المكتوبة لحتى نتنقل بين الأسابيع نقدر كمان نضغط على الأسابيع بشكل مباشر بالمساحة البيضة الموجودة على اليمين أو نطلع لفوق ونكبس على كلمة CLS01 وهكذا منرجع للصفحة الرئيسية للمساط من بعد ما يخلصوا المشاركين جميع الأسابيع رح يحصلوا على الشهادة مع نهاية هيدا المساط شكرا للكم وهيدا كان كل شيء عن المساط الخاص بالCLS وعن إنشاء حساب عبرتبشورة.com